تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلعي الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت أجهزة الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 520 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 269 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلعي الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 141 طن بالإضافة إلى ضبط أكثر من 65 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية كما تم ضبط قرابة 62 طن في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 716 قضية من بينها 156 قضية خبز ناقص الوزن و133 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر